الحقيقة يمكن المينيا بتتميز بالعديد من المقاومات على رأسها مقاومات زراعية إن إحنا عندنا هنا المساحة المنزارعة أكتر من 576 ألف فدان هذا العام لوحده الحقيقة اتزارع تبقى للحصر منهم 243 ألف فدان أمح اللي إن شاء الله على النصف الثاني من إبريل نبدأ في الحصاد المينيا الحقيقة أيضا لديها مشروعات ومناطق صناعية كبيرة دولة الحقيقة نفزتها على مدار الفترة الماضية وزي ما حنستعرضها بالتفصيل معاكم ولكن أيضا المينيا شهيرة جدا بنشاط المحاجر نظرا لوجود طبعا الجبال اللي موجودة بتحيد بالمدن والسحوق وسهل النهر النيل فبالتالي دايما بيبقى عندنا نشاط المحاجر ده من أشهر أنشطة الموجودة في المينيا بالإضافة إلى المقاومات السياحية طبعا لأن المينيا الحياة بتشتهر بأنها أرض التوحيد وبتعتبر سجل وافي لكل الأثار الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية ترجمة نانسي قنقر